بعد فضيحة الطائرة وما يتعلق بشبهات الفساد في وزارة النقل تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد مقطع فيديو لسائق مركبة كبيرة وهو يوثق عمليات الابتزاز والجبايات غير الشرعية عن طريق سيطرات تابعة لوكيل وزير النقل سلمان البهادلي سائق المركبة الذي صور مقطع الفيديو أكد وجود سيطرات تابعة لأحزاب سياسية تتستر خلف وزارة النقل وتقوم بالجباية بغير وجه حق قد تصل إلى 25 ألف دينار عن السيارة الكبيرة و 15 ألف دينار للسيارات المتوسطة و 5 ألاف دينار للسيارات الصغيرة مؤكدا أن هذه السيطرة تمنع أي سيارة من المرور في حال عدم دفع تلك الإتاوات